منبر التجديد صوت الوسطية من الأوقاف المصرية مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف ثامنا دار الحرب دار الحرب هي مصطلح فقهي متغير وقد أصبح في وقتنا الحاضر لا وجود له بمفهومه المصطلحي القديم في ظل الاتفاقات الدولية والمواثيق الأممية ولا يخل تغييره بالتأكيد على حق الدول في استرداد أرضها المغتصبة وأخصها حقوق الشعب الفلسطيني والشرع يوجب الوفاء بالعقود وعليه فلا هجرة من الأوطان بدعوى لانتقال لدار الإسلام وفي بياني وتوضيحي ذلك نوضح أن دار الحرب هي التي وقع منها اعتداء وحرب على بلد إسلامي وأعلن رئيس الدولة التي وقع عليها الاعتداء الدفاع عنها فالدار المعتدية حينئذ هي دار حرب وإن لم يقم بين أي دولة وبين المسلمين قتال أو اعتداء فهي عندئذ دار أمان ومن المعلوم أن كل الدول التي يقوم بينها وبين المسلمين تمثيل دبلوماسي فهي داخلة تحت اسم دار أمان وكذلك كل الصفراء والسياح والتجار ممن يدخلون بلاد الإسلام إنما هم أهل عهد وأمان لا يجوز المساس بهم أو التعدي عليهم بل يجب إكرامهم والإحسان إليهم طالما التزموا بالقوانين المنظمة لدخولهم وإقامتهم ببلادنا فإذا خرجوا عن هذه القوانين فمحاسبتهم هي اختصاص الحكومات للأفراد وفقا للأعراف الدولية والعلاقات الدبلوماسية غير أن المتطرفين يصرون على أن دار الكفر لا بد أن تكون دار حرب دائم ولا مجال فيها لعهد أو أمان يلتزمه المسلمون ما دام أهلها كافرين ومن استطاع من المسلمين أن ينهب أموالهم ويسطو على ممتلكاتهم فليفعل وهكذا تصبح الدنيا كلها دار حرب في نظر هؤلاء المتطرفين الغالين حتى بلاد الإسلام فهي دار حرب في نظرهم لأن أهلها غير مطبقين للشريعة الإسلامية فيها وغير المسلمين حربيون لأنهم كفار وهكذا تصبح الدنيا كلها دار حرب وقتل وقتال في نظر هؤلاء الإرهابيين وهو ما يحول العالم إلى ساحة صراع بدلا من روح الحوار الحضاري وقبول الآخر والتعايش السلمي الذي أرسى أسسه ورسخها ديننا الحنيف السمح حيث تعد وثيقة المدينة المنورة أعظم وثيقة بشرية في فقه التعايش الإنساني بين البشر على اختلاف أديانهم وعقائدهم وأعراقهم انتهى إن الله لا يغني رماد قوم حتى أن يغني رماد أم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر